إذا أعيدهم إلى سوريا إذا وصلت إلى كرسي الرئاسة هكذا تحدث دونالد ترامب عن اللاجئين السوريين رجل الأعمال الأمريكية المثير للجدل الحالم بالبيت الأبيض بدأ يكشف عن رؤيته للنزاعات بالشرق الأوسط ركز ترامب ضرباته على أوباما منتقداً سياسته في سوريا نحن نحارب الأسد من أجل أناس لا نعرفهم قد يكونوا أسوأ من الأسد قد يكونوا حقاً أسوأ من الأسد إذا لم يكن هناك مشاكل في سوريا لما كانت أزمة المهاجرين ولما تحدثتم عن ما يجري في أوروبا والآن نتحدث عن 200 ألف شخص لا نعرف عنهم أي شيء سيأتون إلى الولايات المتحدة هذا أمر سخيف ولأن ملفات الشرق الأوسط الحارقة لطالما مثلت ركناً أساسياً في الحملات الانتخابية الأمريكية فإن هيلاري كلينتون ردت على ترامب وهي الحالمة بدورها بينجاز مضاعف بتأنيف منصب الرئاسة وإرسال زوجها بيلي إلى لقب رجل أمريكا الأول بعد أن قد ولايتين بالمكتب البيضوي وزيرة الخارجية السابقة لم تخرج عن الخط العام للإدارة الأمريكية الحالية إذ قالت أن الأولوية في سوريا تتلخص في إزاحة بشار الأسد كلينتون شددت أيضاً على ضرورة توصل لحل سياسي تجنباً لأي فوضى قد تغرق فيها سوريا في مرحلة ما بعد الأسد سوريا ورقة انتخابية إذن في الولايات المتحدة ستتبع ملفات العلاقات الأمريكية الإسرائيلية في إيران ملفات تثير اهتمام قطاعاً واسع من الرأي العام الأمريكي ملفات تثير أيضاً انتباه قطاعاً واسع من الرأي العام العربي الذي يحاول كل أربع سنوات تلمس شيء من التغيير في سياسة واشتون العربية